في عنوين النشرة هجوم المسلح على ندوة حول الإسلام في كوبنهاجن مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى قرار تحت الفصل السابع في اليمن الحريري في ذكرى اغتيالي ورده العاشرة الحوار مع حزب الله ضرورة لن نعترف لحزب الله بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب ريفي يطلب ملاحقة مطلقين نار ابتهاجا بالحريري وفي الخاص محمود دفاع عن عنيسي مكملين موسيقى 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 أن يعتبر أنه يعتبر أنه يعتبر كما يعتبر كما يعتبر. الآن يحرقنا على المنزل مرة أخيراً من الأشباء. من قناة الجديد في بيروت أهلا بكم إلى نشرة إخبارية رفيق الحريري الذي على وعلم وعمر لم يجد خريجا واحدا ينظم له حفلا على وزن غياب السنوات العشر انتشر المعلمون في البيال فتوزعوا تدنيا في الحرارة الفنية وخطابات تقديرية وتصفيقا وقبلا وفي الخارج رصاص يصدح وقذائف تنزل شظاياها في بيروت احتفالا بظهور سعد الحريري حملة الحريري علمني سبقت الاحتفال وتوسطته غير أن الرئيس الشهيد الذي خرج جيوشا من الطلبة نسي أن يعلمهم أن زرع النش إلى ربح فيه سوى تربية جيل صالح تحولت عند البعض اليوم إلى تزديد فواتير سياسية الرفيق الذي علم بالقلم كان اليوم روحا بين تلامذة تحت المعدل يحصي خسارة التعب في حفل توزيع المنح التربوية وفي الحفل كانت إطلالة متماسكة خطابيا هجومية سياسيا لسعد الحريري الذي حرص في بدء الكلمة على تأدية المناسك التقديرية ومنح المبايع للحكم السعودي الجديد ملكا بأمير وبولي عهد وولي ولي عهد وداخليا قدم زعيم تيار المستقبل نفسه على صورة الزعيم الواحد للتيار حيث الأمر له ووحده له الكلام في المنابر وعلى ثابتة الاتفاق بالطراضي مع حزب الله أعلن الحريري تمسكه بالحوار لكنه لا يعترف للحزب بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات الحرب والسلم رافضا ربط الجولان بالجنوب وقال يكفي استدراجا للحرائق وخلصونا وأضاف أن النزاع قائم لكننا قررنا ربط النزاع بالحكومة منعا للفراغ وعن المحكمة الدولية قال الحريري أن جريمة الاغتيال نفذت بعد تهديدات وجهت إلى الشهيد بتكسير بيروت فوق رأسه وإن المحكمة اليوم تواكب هذه المسألة بشفافية ونحن على ثقة أنها ستأتي بالعدالة وقياسا على طموح الحريري فإن العدالة آتية اليوم غدا بعد مئة سنة ألف عام لكن ما الذي يعقب العدالة على مر الزمن؟ كمال جملاط شهيد اختلته سوريا وابنه سامح ونسي وعقد مع السوريين اتفاقات على مر حكمهم للبنان إلى أن كانت قوانين الانتخاب تفصل على مقاسه سعد الحريري اتهم سوريا باغتيال والده ثم نام في سرير بشار الأسد وأقام سهرات رمضانية وسحورا حتى الإمساك سمير جعجع قتل رشيد كرامي وآخرين وتقدم بترشيحه للرئاسة فالعدالة تسوى بالأرض عندما تتقدم المصالح السياسية والمحكمة الدولية يوما ما زائلة مع عدلتها المفترضة إذا ما قرر الحوار واقعا آخر في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن أطلقت عشرات العيارات النارية باتجاه مبنى كان يستضيف جلسة نقاش حول التيارات الإسلامية وحرية التعبير يشارك فيها صاحب رسوم كاريكاتورية وصفت بمسيئة إلى النبي محمد ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بجروح كانوا يحاولون حماية المكان وقالت الشرطة إن المتورطين في هذا الاعتداء فروا على متن سيارة وأعلن السفير الفرنسي في الدنمارك فرانسوا زيموراي في اتصال إن عندما كان لا يزال في المكان لقد أطلقت النار علينا من الخارج إنه العمل نفسه ضد شارلي إبدو باستثناء أنهم لم ينجحوا في الدخول وأضاف نجحنا في الفرار من الغرفة وكان رسام الكاريكاتور السويدي للاس فلكس موجودا في المكان وهو الذي رسم رسوما عن النبي محمد عام 2007 ومنذ تلك الفترة يتنقل تحت حماية أمنية في الرياض دعا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماع عقدوه في قاعة الاجتماعات في مطار قاعدة الرياض الجوية برئاسة رئيس الدورة الحالية خالد بن محمد العطي وزير خارجية دولة قطر إلى قرار دولي تحت الفصل السابع في اليمن وأجددوا إدانتهم ورفضهم المطلق للانقلاب في اليمن وكل ما يترتب عليه ودعمهم للسلطة الشرعية مع إدانتهم لاستمرار احتجاز الرئيس اليمنى عبدرب منصور هادي ورئيس الوزراء خالد البحاح مطالبا مجلس الأمن بالحفاظ على سلامتهما كما أكد الوزراء رفضهم الإعلان الدستوري لمن سموها الميليشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة معلنين دعمهم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية ومن دون استخدام العنف والتهديد لاستئناف العملية السياسية وفقا لمرجعية المبادرة الخالجية وأليتها التنفيذية بما في ذلك إقرار الدستور وترتيب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية استقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السانيورة الذي هنأه بسلامة العودة وعرض معه الأوضاع العامة ثم استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان مهنئا وتناول معه شؤونا عامة والتقى عددا من عائلات وذوي الشهداء في حضور وزير العدل الشرفريفي لمناسبة الذكرى العاشرة لاختيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وتلقى الحريري اتصالات هاتفية للتهنئة بعودته من الخارج أبرزها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان الحريري قد ألقى كلمة في حفل إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري عقد كامل مر على اغتيال الرئيس رفيق الحريري وفي الرابع عشر من أذار تاريخ اغتيال الرفيق حضر سعد شخصيا إلى بيروت للمشاركة في المناسبة التي أرادها تيار المستقبل مختلفة هذا العام فأعد لها العدة اللوجستية والبشرية المناسبة في احتفال مركزي ضخم فغصت قاعة المعارض في البيال بالحشود وحضرت شخصياته من مختلف الانتماءات والمشارب واستثني حزب الله من الدعوة ولم يشفع له حواره مع المستقبل عشر مية ألف سنم كاملين شعار اختاره تيار المستقبل عنوانا للمناسبة فاستهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني على طريقة السوبرانو تانيا أسيس كلنا للوطن للعلا للعالم من الأعين السمن سيفنا والقلم تلته ثلاث كلمات لمتخرجين من مؤسسة الحريري إضافة إلى فيلم وثائقي وغنت فرقة من الآخر سيرة الشهيد بأسلوب الراب الشببي وينه اللي عمر لبنان وخير هالشعب العايش طول عمره بالحرب من أسلوب هاربط عشر شباب تريخ ما بينتزغ ديال الحيات صار ذكره بصبت الأسا بحزة ضاع والرفيقين بكال فجأة سمع القلب ضمير الناس اشتكى أما الكلام السياسي فحصر بالرئيس سعد الحريري الذي ركز على حوار المستقبل مع حزب الله فأكد أهمية هذا الحوار والحاجة الوطنية إليه وكرر بين الفكرة والأخرى دعوة الحزب الأصفر إلى الانسحاب من سوريا سبق ولنا لحزب الله أنه دخول الحرب السورية هو بحد زيته جنون جاب جنون الإرهابي على بلدنا واليوم نقول له أنه ربط الجولين بالجنوب هو جنون أيضا وسبب إضافة لنكرر ونقول نسحبه من سوريا بيكفي استدراج للحرائق بيكفي استدراج للحرائق من سوريا على بلدنا ساعة حريق من الإرهاب وساعة حريق من الجولين وبكرة حريق ما بعرف من وين خلصونا نحن بالحوار ما طلبنا من حزب الله شيء قلنا لهم أنتوا بدكم تخففوا الاحتقان ونحن بدنا نخفف الاحتقان لأنه مدرستنا وفكرنا ومشروعنا وأساس وجودنا هو رفض الفتنة والحرب الأهلية هاي أسباب الاحتقان قلوا لنا شو قادرين تعملوا هيدا هو من الآخر يلي عم بيصير بحوارنا مع حزب الله نحن جديين وإن شاء الله بنوصل لنتائج نحن كرر وبكل وضوح لن نعترف حبيب ألبي أنا بدي ميكريفون حتى تسمعني أنت سمعينك بدون ميكريفون ما شاء الله نحن بكل وضوح لن نعترف لحزب الله بأي حقوق تقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب وتجعل من لبنان وتجعل من الله يخليكم وتجعل من لبنان ساحة أمنية وعسكرية يسخرون من خلالها إمكانات الدولة وأرواح اللبنانيين لإنقاذ النظام السوري وحماية المصالح الإيرانية أما ربط النزاع لحظة يا شباب وشباب أما ربط النزاع فهو دعوة صريحة وصادقة لمنع انفجار النزاع المهم بالنسبة لنا هو رفض الإنجرار وراء الغرائز المذهبية ونحن منقول لبنان مش بها المحور ولا بأي محور غالبية الشعب اللبناني بتقول لا لها المحور ولا أي محور لبنان مش وراء بعيد حدا واللبنانيين مش سلعة عطاولة حدا وفي الشأن الرئاسي حذر الحريري من مغبة الاستمرار في التعطيل وخطر على الدولة هو غياب رئيس للجمهورية وفي ختام الحديث تأكيد أن المحكمة الدولية ستأتي بحكم عادل وأن دماء الحريري والشهداء لن تضيع في متاهات التسويات وزير العدل أشرف ريفي طلب من نائب العام التميزي القاد سامير حمود ملاحقة مطلقين نار خلال إلقاء الرئيس سعد الحريري كلمته فيليبيال في ذكرى اختيال الرئيس رفيق الحريري مهرجان لبيال يأسر اللبنانيين في سياراتهم الطريق إلى بيروت لا تمر من اللبيال لكن الطريقة إلى بيروت أغلقت نتيجة لمهرجان لبيال فمنذ ساعات الصباح الأولى فاضت شوارع بيروت والطرق المؤدية إليها بالسيارات ككل سنة يأسر اللبنانيون في سياراتهم ريث ما ينتهي المهرجان الخطابي ولأن المناسبة توفر فرصة تقديم واجب الأعزية والطاعة أيضا بات من الضرورة إغلاق منافذ بيروت حرصا على أمن الشخصيات التي ستحضر الحفل هذه أحد السيارات تستسلم بعد الانتظار وما السبيل إلى الحرية إلا العودة من حيث أتت أكثر من سبع ساعات تحولت فيها سيارات اللبنانيين إلى بيوت مؤقتة واجب عليهم انتظار نهاية الحفل السنوي كي يعودوا إلى بيوتهم ولكي يكملوا الطريق وفود سياسية ودينية وشعبية تزور ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في تمام الأولى إلا خمس دقائق تماما كما في كل عام أضيئت الشعلة في عين لمريسي مكان التفجير الذي أودى بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ عشر سنوات قبل الأولى ومنذ الصباح توجه محبور رئيس الحريري إلى ضريحه في وسط المدينة وفود سياسية ودينية وشعبية زارت الضريح لوضع الورد والأكاليل النائب وليد جنبلاط كان أول الوافدين فوصل على رأس وفد ضم نجله تيمور والنائبين مروان حميد وغازي العريض زارت ضريحة أيضا الرئيس فؤاد السنيورة والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري ومن زوار الضريح النواب محمد قباني وجمال الجراح والوزيران نهاد المشنوق ومشيل فرعون إضافة إلى مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان كذلك وضع إكليلاني باسم الرئيس نبيه بر والرئيس تمام سلام على ضريح الحريري وأمام الضريح أيضا غرست السيدة جمانة دلول شجرة تخليدا لذكرى الشهيد وكانت السيدة نازك الحريري قد دعت إلى السير على نهج الرئيس الشهيد في تحصين الساحة الداخلية وتعزيز الوحدة والتضامن وشددت على ضرورة تحمل المسئوليات التاريخية المشتركة أمام بعضنا بعضا وأمام الوطن تاعية إلى الحوار من أجل صون الوجود والمصلحة الوطنية العليا عودة الغائب لا تخلو من مفاجآت تقرير للزميلة يمنى فواز رئيس سعد الحريري يتحدث لكم سعد رفيق الحريري معكم ثلاث سنوات مرت على غياب الابن الوارث السياسي عن حضور الذكرى السنوية لاغتيال والده الشهيد الرئيس رفيق الحريري التي اعتاد فيها الجنهور والحشود متابعة كلمته من وراء الشاشة في الذكرى العاشرة عاد الابن إلى بلاده فجرا في ذكرى الرابع عشر من شباط ما في أحلى من الوقف بينتكن هذه العودة ليست الأولى بعد مغادرته لبنان والحكومة عام 2011 إثر استقالة كل من وزراء تكتل التغيير والإصلاح ووزراء حركة أمل وحزب الله والوزير الملك وذلك بسبب اقتراب صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الحريري لتضاف إليها الأحداث الأمنية في سوريا غادرنا رئيسا بكامل لياقته الدستورية ويعود يوما ما رئيسا سابقا العودة الأولى المفاجئة كانت في الثامن من آب الماضي وقد أتت بعد انقضاء معركة عرسال وأعلان السعودية تقديم هبة بمليار دولار إلى الجيش اللبناني وعلق مؤيدوه آمالا عريضة على عودته لكن ما هي إلا أيام قليلة حتى اختفى مجددا إلى منفاه الاختياري عودته الثانية وانستقبله جمهوره بحفاوة عند وصوله إلى قاعة الاحتفال في بيال لم تحمل الوهجة والآمال نفسها حيث لا دلائل على بقائه في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان وان خاطب جمهوره بالقضايا العربية والداخلية إلا أن شراكته السياسية ما زالت من مسافات بعيدة خاصة إذ لا رؤية واضحة لما ستقول عليه الحال في سوريا آخر خطاب جماهري تلاه رئيس الحكومة السابق صعد الحريري في لبنان كان في الرابع عشر من أذار عام 2011 حيث أثار ضجة كبيرة في أسلوبه ليعود إلى خطاب جماهري في احتفال لم يخلو من عروض غير مألوفة في مناسبة كهذه محامو الدفاع عن حسين عنيسي أحد المتهمين باغتيال الحريري يشاركون في الذكرى على طريقتهم تقرير الزميل آدم شرس الدين في ذكرى الاغتيال العاشرة ثلاث من فريق الدفاع عن حسين عنيسي أحد المتهمين باغتيال الحريري حضروا إلى بيروت وعلى بعد بضعة كلمترات فقط من مجمع لبيال ولأن ذكرى الاغتيال ليست سوى استكمال لحدث الاغتيال نفسه كان لابد من اللقاء لكن المصادفة وجودهم في بيروت لم تمنع محمية الدفاع Vincent Coursal Labrous من التشكيك مجددا في الأدلة المستخدمة لإدانة المتهمين وفرها إلى الانتخابة للمتهمين للمتهم بإمكانه المتهمين كم تكون هناك في المتهمين الآن نصبعون بمتهميين وليست خلالة من تشكيك مع الشيء في العدد من المقبضة كانت ألم تسمي المقبضة لا يقبل الإعلام السيرين هناك الحديثية من المقبضة بشكل المقبضة في 2005 من المقبضة يجب أن يكون هناك بشكل ايضاً بحقالة يجب أن يبقى على مشكلة لا يمكن أن يكون هناك المكان عندما يكون لإنبتلك المنظمة في الدخولة المنظمة فن يجب أن تساعد بحقًا لتعطي نحن الوحيد تشكيك كان لمحمد دفاع أيضاً فرانسوالا غوشال إضافة إليه أما المحام ياسر حسن فرأى أنه حتى الآن لم يقدم الإدعاء أدلة كافية يمكن إدارة المتهمين بها ولكن الإدعاء لم ينتهي من مرافعته المدعى العام ما زال لديه شيء يقوله وأنه لا يقف عند هذا الحد وأنه حيطور هذا الاتهام هذا اعتقاد اعتقاد ما عنديش أي معلومات ولا أي دليل عليه ولكن مجرد استنتاج أنه المدعى العام في يوم الأيام حيطور هذا الاتهام على مقربة من مكان إحياء ذكرى رفيق الحريري حضر المحامون الثلاثة لاستكمال أعمال ومقابلات تتعلق باغتيال الأخير ومع مصادفة وجودهم في ذكرى اغتياله بات لشعار الذكرى هذه السنة معنايا كل يكمل على هواه آدم شمس الدين قناة الجديد وسعت القوى الأمنية المولجة تطبيق استكبال الخطة الأمنية في محافظة بعلباك في يومها الثالث تحركها حيث دهمت بلدة مقنية الواقعة على بعد كيلومتر شماليب على باك فيما تمكنت القوى الأمنية من توقيف عدد من المطلوبين وأعلنت قيادة الجيش مدرية التوجيه في بيان أن قوى الجيش واصلت إجراءاتها الأمنية المشددة في منطقة البقاع حيث نفذت اليوم سلسلة عمليات دهم في منطقة الحمودي وبلدات أخرى وقد أصفرت هذه العمليات عن ضبط معمل لتصنيع المخدرات مع أدوات التصنيع وكمية من المواد المخدرة وجرى تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم في عين التيني الرئيس تمام سلام والوزير ليس بوصعب يبحثان في آلية العمل الحكومي مع الرئيس نبيه بري بحث رئيس مجلس النواب الممدد نبيه بري في عين التيني مع رئيس الحكومة تمام سلام في آلية عمل مجلس الوزراء ومما رشح عن اللقاء أن الرئيس بري طالب بتطبيق المادة 65 من الدستور أي اعتماد مبدأ التصويت على الملفات العادية أما فيما يتعلق بالملفات المهمة فيجري الاتفاق عليها بالثلثين واستقبل بري وزير التربية ليس بوصعب وعرض معه الأوضاع العامة وفي دردشة مع الصحفيين أوضح بوصعب أن موضوع آلية عمل مجلس الوزراء ليس هو من يتابعه بل الوزير جبران باسيل لكنه أشار إلى أننا مع كل ما يسهل عمل الحكومة ويفعله وردا على السؤال قال بوصعب أن ما يطرحه الرئيس بري منطقي ويندرج في إطار تحريك العمل الحكومي لافتا إلى أن البحث في الموضوع التربوي تناول بعض مطالب روابط المعلمين الرسميين وتأمين الأموال للمعلمين المتعاقدين وزير الأشغال غازي زعيتر يطلع على الأضرار التي أحدثتها العاصفة في المرافق والموانئ بعد زيارته طريقة ضي البحرية جال وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر على عدد من المرافق والموانئ للاطلاع على الأضرار التي أحدثتها العاصفة يوهان ورفع تقرير في هذا الشأن زعيتر وفي تصريح من مرفأ الأزاعي رأى أن لقمة عيش الصيادين تتوقف على متابعة العمل لمعالجة أضرار العاصفة لافتا إلى أن الأضرار تتفاوت بين مرفأ وآخر بدنا ننتصر على هذه العاصفة بمتابعة العمل ومتابعة التنفيذ ما هو مطلوب في بعض الموانئ حقيقة إذا ما استكملت الأشغال فيها ما بقدر سميها موانئ للصيادين أنا بقدر ما هي أنه حطينا أموال ولكن هذه الأموال إذا ما تم استكمال العمل وتنفيذ الأعمال المطلوبة منكون ما عملنا شيء وما حققنا شيء لا للصيادين ولا للسائحين أو السواحي اللي بدهم يقصدون مثل هذه الموانئ وفعلا لقمة عيشهم لهؤلاء الناس هي بتتوقف على متابعة العمل في هذه الموانئ إذا تأخرنا بعتقد بترتب أضرار عليهم إضافية لذلك إن شاء الله أن الحكومي تتخذ القرار المناسب لمعالج هذه المواضيع وأمل زعيتر أن تعقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء يحل فيها الإشكال الحكومي للحب طعم آخر في فلسطين الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة فصل بين حبيبين طوال أربع سنوات فما كان من العريس إلا أن اعتصم في الضفات الغربية مطالبا برؤية عروسي المحاصرة في القطاع لإتمام مراسم الزواج تقرير للزميل نزار حبش هذا الاعتصام وسط مدينة رامالة ليس للأسرة والقدس أو رفضا للمستوطنات الإسرائيلية كما جرت العادة وإنما اعتصام للحب في عيد الحب الشاب العريس راشد فضا فاجأ سكان المدينة بمطلب وحيد أن يرى خطيبته بعد أربع سنوات من الفرق كي يعقد مراسم الزواج لسيما وأن خطيبته داليا شراب تعيش في قطاع غزة وهو يقطن الضفة الغربية وما بينهما جدار وحصار وجنود عدو لا يفهمون لغة الحب وإنما لغة القتل والدمار الشعب الفلسطيني يحب سواء يضف بالغزة كنا بشر وتعرف راشد على حبيبته عبر الفيسبوك ثم رآها في العاصمة الأردنية عمان في ورشة عمل جمعتهما قبل سنين ثم ضق القلب معلنا عن خطبة الحبيبين تعرفنا وشفت شخصيا بالأردن وبعدها طلبت من أهلها ورحنا عندهم بغزة طلبنا وكذبنا الكتاب وعملنا حفلة صغيرة خطوبة وبعدها حاولنا نحاول كل الطرق عشان نحصل على التصريح ولكن تعرف الإسرائيليين في الموضوع الصعب أن يطلع على التصريح وحاولنا نعمل كثير شغلات تقريض طبي حتى في ناس أخذوا منه مصاري عشان نساعدونه وطلعوا نصابين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة زارت قناة الجديد الخطيبة داليا أثناء عملها فوجدناها منهمكة في البحث عن أي خبر على الإنترنت لرؤية خطيبها أثناء الاعتصام سنوات الفراق لم تفقدها الأمل بالحصول على تصريح إسرائيلي يمكنها من التوجه للضفة لإتمام مراسم الزواج صار لأربع سنين بركض من ما بين مؤسسات حقوق الإنسان لمكاتب نواب المجلس التشريعي عن قائمة حركة فتح للشؤون المدنية حتى المحتلين والنصابين اللي بطلبوا الرشوة وعلى الفاضي وأنشى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صفحة بعنوان وصل العروس للعريس يا رئيس في دعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لمحاولة الضغط على حكومة الاحتلال لجمع شملهما بعد طول غياب الحب بالنسبة للناس في كل أنحاء العالم هو إشي بجيب الفرح بس للأسف لا أنا بالنسبة لي يوم زي يوم الحب هذا يوم تعيز جدا لأنه الشخص اللي أنا بحبه مرتبطة فيه وزوجي يعتبر زوجي شرعا مش مجرد حتى أنه نتقابل أو نجتمع كتير صعب الأربع سنين هدول كانوا أربع سنين من التعاسى ويشاروا إلى أن العدو يفرض حصارا بريا وجويا وبحريا على قطاع غزة منذ عام 2006 مانعا أي تواصل مع الضفة الغربية والعالم يبدو أن الحب ممنوع في فلسطين بقرار احتلالي لكنه الحب على طريقة الفلسطينية مقتحما كل الحدود والحواجز من فلسطين المحتلة نزر حبش قناة الجديد كان في النشرة هجوم مسلح على ندوة حول الإسلام في كوبنهاجن مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى قرار تحت الفصل السابع في اليمن الحريري في ذكرى اغتيالي والده العاشرة الحوار مع حزب الله ضرورة لن نعترف لحزب الله بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب وري يطلب ملاحقة متلقي النار بي هجن بالحريري وفي الخاص محمود يفاعل عن عنايسي مكملي ننطر قرض لابدر أن ي كان هذا كل شيء شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة